أعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل بيئة الوحدة العاشرة ملوثات المواد الإشعاعية ريديو أكتب وليتون ونواصل شرح مقاطع هذه الوحدة محتويات هذه الوحدة تفاعل إشعاعات مع الخلية الحية المرحلة الفيزيية هناك مراحل طبعا من ضمن المرحلة الفيزيية تحدث في زمن قصير جدا عشر وصناق 16 من الثانية تنتقل الطاقة من الإشعاع إلى جزء الماء ويحدث التأيون كما نلاحظ هنا في هذه المعادلة هذا الماء وهذا الريدياشن وهذا الماء متأين زائد إلكترون المرحلة الفيزيو كيمية أي فيزيو كيمية هنا تحدث في زمن قصير جدا وهي عشر وصناق 6 من الثانية حيث تحدث عدد التفاعلات وهي كالآدية أو ما يسوى بالمايكروساني هنا عدد التفاعلات منها مثلا الماء المتأين في المرحلة هادية تفكك إلى آيون هيدروكسايد وآيون هيدروجين والماء زائد إلكترون يعطينا ما عليه شحن سالبة والماء عليه شحن السالبة يعطينا آيون هيدروكسايد زائد زرة هيدروجين وآيون الهايدروكسايد زائد الإلكتروجين الثاني النتج في الخطوطين السابقتين يعطينا فوق أكسيد الهايدروجين بيروكسايد هيدروجين بيروكسايد وهو عامل مؤكسيد غوي يحدث تلف للخلايا المراحلة الكيمية تحدث في عدة ثوانية وذلك نسبة للنشاط الفوق أكسيد الهايدروجين بيروكسايد وآيون الهايدروجين وآيون الهايدروجين تتفاعل مع الكروموزومات وتكسرها المرحلة البيولوجية تحدث هذه المرحلة ما بين عدة دقائق إلى عشر سنوات عدة دقائق إلى عشر سنوات تلاحظ المرحلة البيولوجية طويلة جداً موت الخلية تأخر أو زيادة معدل انقسام الخلية حدوث تغييرات مستديمة في الخلية تنتقل وراثياً